وعشان كده كمان الشعور بعدم القيمة مر بيمر علينا حياتنا ويحرمنا من الشعور بود الله سبحانه وتعالى اللي ظاهر في نعم الله اللي موجودة عندنا حتى ولو احنا حسين ان احنا ما عندناش قيمة ولذلك شوف كده الحديث الرائع حديث رسول الله عليه وسلم لب أشعث أغبر زي طمرين في بعض الروايات الحديث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره لهذه الطريقة يعني بعد يقول له أقسمت عليك أن تشرح صدر ولا دي فربنا يشرح صدر للدرجة دي فما فيش حد من حقه أنا أقول لك حاجة ليس من حق الإنسان أن يتصور أنه من حقه أن يستصغر نعم الرحمن مش من حقك أن أنت تقول أن أنت ما عندك شي قيمة لأن أنت لو كنت غالى عند ربنا مش من حقك ترخص نفسك ولا من حقك تهدر نعم الله عليك ولذلك كان دايما مشايخنا لما حد يجي يقول له أنا حاسس أن أنا ما ليش أهمية يقول له أنظر لنعم رب البري لتعرف أن الله ما جعلك محلا للنعم إلا لأنه يريد أن تعرف أنك عنده مهم أنت مهم مهم مش إنك أنت بتصنع شيء لله لكن الله هو اللي أعطاك هذه المنح ويخلي الناس مهما كانوا في نعم الشعور ده يخليهم شوف الكلام الحلوي اللي احنا قلناه يخليهم مهما كانوا في نعم حاسين بالحرمان للأسف ويعيشوا بفكرة التعويض طول الوقت وحاس بالحرمان فبيدور على أي حاجة يعوض فيها وإيه اللي يحصل ويعوضوا ساعات بكتر الشراء وساعات يعوضوا بالقعود فترات طويلة على السوشيال ميديا ويحس إنه مالوش عامية فيقعد يستهلك حياته ويستهلك عمره الشعور بعدم القيمة شعور بيستهلكنا لما بنضمن المقارنات بالآخرين فيبقى طول الوقت بيننا وبين الناس حالة من حالات العرض أعرض نفسي على الناس وياخد ده وقت طويل من حياتنا ويمكن يجعلنا ننحرف عن طريقنا لأن في الحقيقة أنا طول الوقت ببص للآخرين